السؤال الأول في هذه الحلقة يقول السائر الكريم يوجد دعاء أستفتح به دعواتي في بعض الأحيان ما هو؟ كريم رسول الله والله أكرم فهل فقير بين الكريمين يحرم؟ ثم أدعو بما أحب فهل في هذا الشرك أو ندية لله سبحانه وتعالى الجواب عن هذا يا رعاك الله أن هذه الكلمات في ذاتها كلمات صحيحة فإن النبي صلى صلى الله عليه وسلم كريم وإن الله أكرم وصفة الكرم عندما تطلق على المخلوق تطلق على نحو يليق به وعندما تنسب لله سبحانه إنما تطلق على نحو يليق بجلاله وعظمته جل جلاله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا وقال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فأثبت لنفسه السمع والبصر وأثبت للإنسان سمعا وبصرا وشتان بين سمع الإنسان وبصره وبين سمع الرب وبصره إطلاقها في كل مقام على النحو الذي يناسب ذلك المقام فهذه الكلمات في ذاتها صحيحة إذا جرت مجرى الخبر والتوسل بفقر السائل إلى الله عز وجل وحبه لنبيه صلى الله عليه وسلم وإيمانه بكرمه فلا حرج في ذاتها فإنها في ذاتها حق لكن إذا جرى هذا مجرى السنة المطردة في كل دعاء في كل مرة فيخشى أن يكون فيها شوب الابتداء لأن هذا لم يؤثر بلفظه عن السلف الصالح وابن مسعود رأى جماعة في المسجد يذكرون الله على هيئة معينة فقال لهم لقد جئتم ببدعة ظلمة أوفقتم أصحاب محمد علما لقد جئتم ببدعة ظلمة أوفقتم أصحاب محمد علما فالمقصود أنك إن قلتها حيناً وتركتها أحياناً أخرى فقد تجاوزت هذا المحذور بارك الله فيك أحياناً أشياء كثيرة يقال الأصل سنة والكيفية بدعة يعني مثلاً قيام الليل جماعة في غير رمضان إن جرى مجرى الفلتة العارضة والعابرة لا حرج أما أن يتداعى الناس بصورة منظمة مرتبة لقيام الليل في شهر رمضان في غير شهر رمضان فهذا إحداث في الدين إحداث لشعيرة تضاهي شعيرة التراويح الرمضانية لأن البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل إن احنا مرة اجتمعنا في مكان صلينا يحلس هذا مع النبي عليه الصلاة إنما إن احنا نتداعى والنظم والرتب ونعمل وبنى برنامج قيم ليل في غير رمضان بصورة منتظمة مرتبة يعلن عنها ويتداعى الناس إليها يخشى نكون فيها شوب وابتداء لكن احنا ممكن نعمل تنظيم إداري للقاء أسبوعي مرة قيم ليل ومرة محضرة ومرة درس ومرة سبورتنج ومرة كذا نشاط نشاط للجالية نجمع شبابها كبارها وصغارها على باقة من الأنشطة المختلفة فيها فقرة دينية من ضمن تتغير من أسبوع إلى آخر لا بأس بهذا انتبهوا ألا نحرص على النمطية والدورية والاعتئاد في شعير بعينها أو في سلوك بعينه لم يكن عليه من مضى من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم وأرضاهم أجمعين